موسيقى في مجالنا اليوم قوات حفتر تتراجع وتطلق سراحة ستة أتراك بعد تهديدات قوية من أنقرة والسودان ما بعد ثلاثين من يونيو وطلب المجلس العسكري التهدئة وقصف إسرائيلي على سوريا فهل بدأت منظومة S-300 الروسية العمل أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المجال معكم محمد عمر والبداية بأبرز العنوين إخلاء سبيل البحار الأتراك المحتجزين لدى قوات حفتر في ليبيا والسفارة الليبية في أنقرة تدين تصريحات هذه القوات ضد تركيا وفي السودان العثور على جثامين لمحتجين في أم درمان وترقب لموقف قوى التغيير والمجلس العسكري من دعوات التفاوض وقصف إسرائيلي جديد على مناطق في محيط حمص ودمشق وسقوط صاروخ على قبرص التركية تزامنا مع الغارة الإسرائيلية إذن أول الملفات في مجالنا لهذه الليلة ليبيا فبعد هزيمة قوات حفتر في غريان خرج المتحدث باسم هذه القوات مهدداً باستهداف المصالح التركية واعتقلت هذه القوات عدداً من الأتراك العاملين في ليبيا الرد التركي جاء حازماً بضرورة إخلاء سبيل الأتراك وإلا فإن ميليشيات حفتر ستكون هدفاً لتركيا لم تمر سوى ساعات قليلة حتى تم إخلاء سبيل الموقوفين الأتراك الستة في الوقت ذاته أدانة سفارة ليبيا في أنقرة تصريحات تستهدف تركيا صدرت عن الناطق باسم الميليشيات التابعة لخليفة حفتر وصفة إياها بغير المسؤولة وأنها تلحق الضرر بعلاقات الصداقة القائمة بين الدولتين التفاصيل تمدنا بها الزميلة أمنى العمدوني فعلاً بعد هزائمها المتلاحقة في العاصمة ليبيا ترابلوس ها هي قوة خليفة حفتر تتوعد بدرب تركيا واستهدف مصالحها على الأراضي الليبية متهمة أنقرة بما سمته تقديم الدعم العسكري لخصومها من قوات حكومة الوفق الوطني المعترف بها الدولياً تهديدة تأتي عقب تلقي حفتر لضربة موجعة خلال هجومه على ترابلوس وخسارته لأحد معاقله في الغرب الليبي وهي مدينة غريان الاستراتيجية في هذه المعركة فضلاً عن خسارته لغرفة عمليات غريان التي كان يقود من خلالها عدوانه على العاصمة عقب هزيمة قوته التي تمركزت فيها منذ أكثر من شهرين هزيمة خليفة حفتر على الميدان سرعان ما اتخذت منعطفاً مختلفاً لتتجه نحو تهديدات قواته لتركيا وتتجاوز ذلك بالإعلان عن استهداف المصالح التركية واعتقال ستة مواطنين أتراك لكن الأمر لم يدم طويلاً ليطلق صراح المحتجزين الأتراك عقب تصريحاً شديد اللهجة لوزارة الخارجية التركية توعدت فيه بجعل قوات حفتر هدفاً مشروعاً في حال استمرار احتجازهم وصفة اعتقال عدد من مواطنيها بعمل العصابات والقراصنة من جانبه اعتبر المجلس العالى للدولة تهديدات حفتر لأنقرة ضرباً للعلاقات المشاركة مع دولة تتعاون معها ليبيا في مجالات عدة وتشكل ورداتها منها نسبة كبيرة من إجمالي وردات البلاد فيما دنى المجلس الرئاسي لحكومة الوفق الوطني دنى تصريحات حفتر عاداً إياها دعوة للفتنة والكرهية يبدو أن خسارة غريان أفقدت حفتر القدرة على السيطرة على قواته المشتتة في مناطق مختلفة جنوب العاصمة وفق محللين وهو ما دفعه إلى إطلاق تهديدات من خلال تصريحات ناطق باسمه أحمد المسماري في محاولة لتغطية على هزائمه وطمأنة مناصريه بتمسكه وقدرته على الصمود في الميدان فيما يرى آخرون أن حفتر بتهديداته لأنقرة شن حرب التضليل لتغيير مجرى الحديث والترويج لقضية ثانوية بهدف بعاد الأنظار عن القضية الجوهرية التي تتمثل في هزيمته فمنذ خسارتها في غريان ركزت قوات حفتر على توزيع الاتهامات جزافا منها ما توجهت به إلى حكومة الوفق الوطني بحجة تصفيتها لعناصرها ومنها ما وجهته إلى تركيا وفي الجانب الآخر أرجع مراقبون التصعيد مع تركيا إلى دول إقليمية تقف وراءه وتدعم حفتر عسكريا خاصة الإمارات ومصر والسعودية في محاولة لتصفية حساباتها مع أنقرة من خلال حفتر انتكاسة حفتر في العاصمة ترابلوس مثلت إزعاجا لدعمه الإقليميين وشكلت له صدمة لم يقدر الرجل على استعابها فخرج يوزع الاتهامات في كل اتجاه بعد أن كان يمني نفسه ودعميه بانتصار سهل في العاصمة ترابلوس ليجده بعد ذلك بعيد المنال ولمعرفة المزيد حول الأوضاع في ترابلوس نرحب بضيفنا من هناك الباحث السياسي السنوسي إسماعيل أهلا ومرحبا بك أستاذ السنوسي في البداية ما هي دلالات الإفراج عن الرهائن أو المحتجزين الأتراك بعد ساعات من تحذير شديد لهجة من أنقرة تحيي لك طيبة ولكل مشاهدين الكرام طبعا تدل يطلق الصراع السريع يدل بالفعل على أن هي مجرد بوربغاندا إعلامية من أجل التغطية على خسارة مدينة غريانة الاستراتيجية طبعا هذه هي القضية قضية الهجوم أو المهاجمة التركية بهذا الشكل الجميع يعرف أن هذا أمر لا يصب في صالح كل الليبين من كل الأطراف لأن تركيا كانت فاتحة صدرها لكل الليبين من كل التيارات سواء كانوا منتمنها للنظام السابق للكرامة تركيا مفتوحة فاتحة لها الجميع ودعمها لحكومة الوفاق هذا أمر لا يعيب تركيا فهذا أمر التزم به المجتمع الدولي كله وللأسف خذلنا المجتمع الدولي ولم يعد هناك إلا دول قليلة جدا التي تدعم حكومة الوفاق وتدعم الاتفاق السياسي لكي يعود الليبين إلى طاورة الحوار ولكي لا يكون هناك احتراب داخل عاصمة طرق طيب الآن وبعد الإفراج عن المحتجزين الستة هل ستكون هناك أي تبعات لهذا الموضوع إن كان هناك تبعات فهي ستكون تبعات تركية لا أعلمها بالتحديد ولكن في كل الأحوال أعتقد بأن لن يكون هناك أي إجراءات ضد تركيا مجددا من قبل حفتر لأنه يعلم أن عقوبة ذلك ستكون وخيمة جدا عليه وعلى قواته وبالتالي فأعتقد بأنه لن تكون هناك إجراءات جديدة أو أن ربما كما ذكرت لك هي القضية ستتحول فقط إلى إعلام حربي بروباقاندا إعلامية عسكرية أسنوسي يعني محللون قالوا أن هذه التحركات لقوات حفتر تأتي كرد فعل بعد خسارته للعديد من المناطق التي كان يسيطر عليها ومؤخرا خسارته لغريان ما تعليقك على ذلك نعم هو هذا الذي ذكرت لك في البداية وهي الهجوب على تركيا والدعاء بأن حكومة الوينفاق قوات حكومة الوينفاق أنها قد ارتكبت جرائم حرب أو ما شابه كل هذا حقيقة وأيضا هناك للأسف أمور أخرى تخوين أهل غريان كل هذه البروباقاندا الإعلامية مقصود منها فقط هي التقطية على خسارة المدينة من قبل غرفة عمليات الكرامة التي كانت في داخل العاصمة غريان وحتى أن آمر الغرفة نفسها لا يعرف مصيره إلى حد هذه اللحظة لم يظهر على شاشات منذ أن فر هاربا من مدينة غريان طيب منذ بداية هذه الحملة التي بدأتها قوات حفتر على العاصمة الليبية طرابلس وهذا الهجوم بعد أن كانت الأمور تذهب إلى مؤتمر جامع في ليبيا يعني البعض قالوا أن الأمر في هذا التصعيد لم يكن لحفتر نفسه إنما كان لدول تدعم خليفة حفتر والآن يقولون أن ما قامت به قوات حفتر من احتجاز للأتراك الستة أيضا جاءت بنفس الأوامر من دول تدعم حفتر ما تعليقك على ذلك؟ نعم يعني هو لا يستبعد ذلك خاصة بأن جميع المقيس سواء كانت مقيس عسكرية مقيس جيوسياسية مقيس حتى بعدد السكان لأن الحفتر يقوم بالهجوم على أكثر من ثلاثة أربع سكان ليبيا يسكنون في هذه المنطقة الممتدة من سرط إلى رأس جدير وبالتالي فإن هذا الهجوم بهذا العدد القليل من القوات والمدرعات أعتقد بأنه لم يكن موفقا ولم يكن بالأساس حتى من دراسة يكون أنه عملي أو ممكن أن يحقق شيء عسكري ولكن بفعل هناك دفع لعسكرة الحل السياسي لإفساد مشروع الملتقى الوطني الجامع الذي كان من المزمع أن يعقد في مدينة اغدامس الليبية بحيث تجمع جميع الطرف الليبية على طاولة مستديرة من أجل علاج كافة القضايا الحرجة في مقدماتها الدستور توحيد المؤسسات وفي مقدماتها الجيش وكذلك تحديد موعد الاستفتاء عن انتخابات تحديد موعد للانتخابات أيضا كل هذه الملفات كانت ستحسن وأيضا حتى ما يدعيها حفتر من أن حكومة الوفاق يشكك فيها بأنها لم تستطع أن تقدم شيء للليبيين كان أيضا في اغدامس سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الليبيين حكومة جديدة قوية بحيث يتم انهاء جميع الأجسام الموازية التي تعرقي لعمل حكومة الوفاق ولكن هذا كله أفسد بسبب هذه العملية العسكرية التي يقال ما يقال فيها أنها فاشلة بجميع المقاليس وفي ظل هذا الفشل الذي تتحدث عنه سيد سنوسي وفي ظل تراجع قوات حفتر الذي تحدثت عنه اليوم كانت هناك تهديدات من قوات حفتر أنها ستقوم بتوجيه الضربات إلى أماكن محددة في العاصمة الليبية هل هي قادرة على العودة والهجوم على العاصمة مرة أخرى؟ أنا أعتقد جازما بأن قضية القوات الجوية إن كانت محلية فقط يعني القوات الجوية التابعة لحفتر والقوات الجوية التابعة للوفاق القوات الجوية التابعة للوفاق لها ميزة أقوى وأنها أفضل قرب قواعدها وكذلك وجود طيارين متمرسين ليبيين على هذه الطائرات أعتقد بأننا نتكلم هنا عن تفوق جوي نوعي لحكومة الوفاق ولكن إن كان المقصود هو أن يتم استخدام طيران أجنبي وبالتحديد كما حصل سابقا طيران مصري وطيران إماراتي وهذا أيضا مما يعاب على هذه الدول أنها تتدخل بكل قوتها سواء كانت ليس فقط بالدعم اللوجيستي أو بالأسلحة وبما فيها الأسلحة الأمريكية المتطورة ولكنها أيضا تتدخل جوا وبرا وتحاول أن تفرض حفتر عسكريا على كل شبر في ليبيا بحيث ينجح مشروع الحكم العسكري الذي تدعمه الإمارات والسعودية ومصر وهذا شيء مؤسف وفي نفس الوقت يتكلمون عن تركيا التي هي لم تتدخل في ليبيا إنما هي قدمت مساعدات مطلوبة ضرورية لحكومة الوفاق يعني كيف ستدافع حكومة الوفاق عن الأراضي التي تصيطر عليها وعن العاصمة بالتحديد إلا بأنها على الأقل بعض التجهيزات بعض المدرعات بعض الأسلحة هذا كل ما هناك يعني تركيا دولة قوية في حلف النيتو إن تدخلت بالفعل فبكل تأكيد لا تستطيع حتى هذه الدول الثلاث لا تستطيع أن تقف أمام قوة الجيش التركي ولكن طبعا نحن بكلنا كاليبي لن نتمنى أن تتحول ليبيا إلى حرب الوكالة نتمنى فورا أن تقف هذه الحرب المجتمع الدولي إن توحدت كلمته قادر على وقف هذه الحرب والعودة بعد ذلك إلى العملية السياسية ووقف هذه الحرب ليس فقط بوقف اطلاق النار إنما أيضا بعودة كل القوات التي زج بها حفتر في الحرب بأن تعود إلى قواعدها السابقة في شرق البلاد لكي يمكن الحديث حذائد عن عملية سياسية تشمل كل الليبيين على طاولة مستديرة يتم علاج كل المشاكل بالحوار على مرجعية الاتفاق السياسي وعلى مرجعية مشروع الدستور وكذلك يكون النقاش حول هذه الخضايا بحيث تحسم سياسيا أما عسكريا فأعتقد بأن استرداد غريان من حفتر يثبت بالفعل باستحالة الحسم العسكري واستحالة انتصار حفتر في هذه المعرفة أشكرك شكرا جزيلا كنت معنا من طرابلس الباحث السياسي السنوسي إسماعي شكرا جزيلا دعا زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي إلى دمج قوات الدعم السريع المهيمين على العاصمة في الجيش لتعزيز الوحدة وطلب المهدي بتجنيب البلاد التوتر بين القوات المذكورة التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو وبين الجيش بأي ثمن محذرا من تزايد حدة الاضطرابات هذا وتجمع مئة السودانيين في مدينة أم دورمان قبلة العاصمة الخرطوم عاقب العثور على جثث جديدة مصاب بطلقات نارية وقطع المحتجون الطريق الرئيس المؤدي إلى جسر النيل الأبيض مرددين هتافات مناهضة لحكم العسكر وقال شهود عيان إن شاحنة ألقت ثلاثة جثث قرب نهر النيل بعد اشتباكات بين القوات الأمنية والمحتجين السودانيين نذهب إلى الخرطوم ومعنا من هناك القيادي بقوى الحرية والتغيير نور بابكر أهلا ومرحبا بك سيد نور إلى أي درجة تعتبر دعوة الصادق المهدي بدمج القوات قابلة للتطبيق على الأرض طيب مساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام أعتقد أنه مسألة إعادة دمج القوات الدعم السريع في الجيش هي مسألة وضعتها قوية عن الحرية والتغيير في الفترة الانتقالية وهي عملية إعادة هيكلة القوات المسلحة في المقام الأول ثم إعادة هيكلة كل القوات النظامية وإعادة ترتيبها بحيث أنها تصبح قوات وطنية وتحت إدارة واحدة وموحدة وتدين بالولاء للوطن وليس لأي جهات أخرى طيب يعني في ظل الدعم الذي يلقاه حميدتي من جهات خارجية وفي ظل الدعم الذي يلاقيه أيضا من قبل المجلس العسكري هل هو سيطبق هذا الاقتراح الذي قدمه السيد الصادق المهدي هو عملية الآن أنا أعتقد لا يمكن أن يقوم حميدتي أو أي أن كان بدمج هذه القوى ولكن أنا أعتقد أن هذه العملية تحتاج إلى بروسيس طويل يبدأ بإعادة هيكلة هذه القوات وإعادة تأهيلها ثم يعادة هيكلة قوات المسلحة نفسها التي ضعفت بفعل النظام القديم القوات المسلحة أيضا شابها الكثير من الجراء السياسات التي استخدمها النظام من ضعف القوات المسلحة سحب صلاحياتها تشريط قوات الجيش الوطنين وخيرها من الإجراءات التعسفية من فصل للضباط الصالحة العام غيرهم بالتالي أنا أعتقد أن إعادة هيكلة هذه القوات يأتي في إطار رؤية قوات الحرية والتقيير لإعادة هيكلة كل مؤسسات الدولة حتى تصدح مؤسسات مدنية وعسكرية ووطنية وخالية من الفساد وخالية من الولاءات القبلية الضيقة وهي مؤسسات وطنية وقومية تعبر عن كل سودانين وتعبر عن مستقبل السودان طيب بعد مليونية الأمس إلى أي درجة زاد الضغط على المجلس العسكري من قبل الشارع السوداني بالتأكيد السودانيون بالأمس أكدوا على إصرارهم وعزيمتهم في استكمال هذه الثورة حتى تصل إلى قاياتها التحية أيضا للشهداء الذين صغطوا في معركة الأمس وروموا بدمائهم الطيبة الأراضي السودانية وهذا يؤكد أن أراضي الشعوب لا تكسر رقم الحالة من الرعب والقوات الأمنية التي انتشرت في الخرطوم رغبة تعتيم الإعلامي بقطع الإنترنت استطاع السودانيون أن يكملوا مسيراتهم ويخرجوا إلى الشوارع بالملايين يهتفون ضد الإجراءات التعسفية التي تقوم بها المجلس العسكري ووفاء لدماء الشهداء ومطالبة بتسليم السلطة للمدنيين بالتالي نعتقد أن الرسالة وضحت ورسالة كانت قوية للمجلس العسكري وكل من تسوي له نفسه اختطاف صورة السودانيون المجلس العسكري الآن ليس لديه خيارات كثيرة هما خياران إما أن يسلم السلطة للمدنيين بالاستفتاء الشعبي الذي حدث بالأمس والضغط الشعبي عليه وإما أن يضع نفسه في مواجهة الشعب السوداني وفي مواجهة السوار وأنا أعتقد أن هذا الطريق سيكون طريق ضيق على المجلس العسكري وسيضع نفسه في خانة النظام القديم طيب سيد نور ألا تلاحظ أنه كلما زاد الضغط من الشارع السوداني على المجلس العسكري كلما بدأنا ببث أخبار عن قتلى وعن جرحة وعن فضل للإعتصامات وعن جثث تلقى في الشارع ما تعليقك؟ بالتأكيد طبعا المجلس العسكري وقع في شكالين أنا أعتقد أنه المجلس العسكري لم يتعلم من التاريخ لم يتعلم من الدرس المجلس العسكري ما زال يفكر بالعقلية الأمنية ويعتقد أن بهذه العقلية يمكن حل المشكلة السودانية وبالتالي قام بفضل إعتصام بالقوة وراء قدماء السودانيين مما جعله الآن في خانة المدان بدل الشريك وفي خانة إنه ملاحقة من قبل القانون حتى تتضح الأمور أمام السودانين وأمام العالم أجمع وبالتالي ما قام به بالأمس أيضا يضعه في نفس الخان نعتقد أنه تجاوز السودانيون الحالة الرعب التي يمكن أن تبس تجاوز السودانيون الزمن الذي يمكن أن يحكموا فيه بقوة السلاح نعتقد أن السودانيون واعون وعازمون على المضي قدما بسلميتهم لانتصار لحقوقهم المشروعة وهي السلام والحرية والعدالة بالتالي نعتقد أنه على المجلس العسكري أن يقير في طريقة تعامله مع السودانيين وأن يجنب البلاد المزيد من إراقة الدماء وأن يسلم السلطة للمدنيين هذه رغبة الشعب السوداني التي لا يمكن أن تتجاوزها ولا يمكن لأي قوة في العالم أن تقمعها أو تصادر هذه الرغبة وفي ظل كل ذلك هل ما زالت الوساطة الإثيوبية أو الوساطة الإفريقية قابلة للحياة في السودان بالتأكيد نحن في قوة الحرية والتقيير منذ اليوم الأول أعلننا أنه نحن مع التفاوض ومع تجنيب البلاد لشلالات الدم والدموع بالتالي نحن نسير في طريقين متوازنين أنا لا أعتبر أن بينهما أي تناغط هو طريق التزعيد السلمي حتى تسيم السلطة للمدنيين وطريق التفاوض المدارب المبادرة الأسيوبية أحرزت نوع من التقدم قابلنا به في قوة الحرية والتقيير لدينا جملة من الملاحظات ضفعنا بها للوسيط ونحن الآن في انتظار أن يختار المجلس العسكري إما أن يصلم السلطة للمدنيين ويجنب البلاد ويجنب نفسه الدخول في شلالات أخرى وتضيع زمن السودانيين وإما أن يسلم السلطة أو إما أن يضع نفسه في مواجهة الشعب السلطاني وبالتالي مصيره معلوم بالضرورة هو مصير النظام القديم من الخرطوم القيادي بقوى الحرية والتغيير نور بابكر شكرا جزيلا استهدف قصف إسرائيلي مواقع عسكرية في سوريا وأسفر عن مقتل أربعة مدنيين بينهم رضيع وإصابة 21 شخصاً وطلت الأضرار بعض المنازل وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية السورية مشيرة إلى إسقاط الدفاعات الجوية عدداً من الصواريخ هذا فيما أعلن رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أن صاروخاً من طراز S200 سقط على الأراضي القبرصية تزامناً مع تنفيذ إسرائيل ضربات جوية على سوريا مجدداً سماء دمشق تستباح باستهداف إسرائيلي لمواقع عسكرية داخل العمق السوري ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن الصواريخ طالت مركزاً للبحوث العلمية ومطاراً عسكرياً غرب حمص ينتشر فيها مقاتلون إيرانيون ومن حزب الله اللبناني مشيراً إلى سقوط جرح في صفوفهم وفي ريف دمشق جرى استهداف مواقع عسكرية عدة بينها مواقع لمقاتلين إيرانيين وتصدت الدفاعات الجوية السورية وفق ما نقلت الوكالة الرسمية عن مصدر عسكري لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية باتجاه بعض المواقع العسكرية في حمص ومحيط دمشق وقد سمع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة السورية هي ليست المرة الأولى التي تعتدي بها إسرائيل على الأجواء السورية ففي الثاني عشر من يونيو الماضي أعلنت دمشق تصديها لعدوان إسرائيلي في جنوب البلاد وقال المرصد السوري وقت ذاك إن صواريخ استهدفت موقعين لحزب الله من دون أن توقع ضحايا وكانت إسرائيل استهدفت قبلها بأيام وعلى دفعتين خلال 24 ساعة مواقع عدة تابعة للجيش السوري ومقاتلين موالين له ما أسفر عن مقتل 15 عنصرا من قوات النظام الهجمات الإسرائيلية على مواقع في سوريا جاءت بعد ساعات من إظهار صور جوية لأربع منظومات روسية مضادة للصواريخ استثلاثمائة بالقرب من مصياف وكانت روسيا زودت سوريا بمنظومة استثلاثمائة في خريف عام 2018 بعد أن أدت غارة جوية إسرائيلية في اللاذقية إلى إسقاط الدفاع الجوي السوري طائرة روسية بمنظومة إس مائتين وتشير المصادر أنه لم يتم خلال الأشهر التسعة الماضية الإعلان عن تشغيل النظام الدفاعي فالصور تشير إلى نشر أربعة من منظومات إس ثلاثمائة ونظام رادار وقالت إن الرادار هو بمدى عدة مئات من الكيلومترات ويمكن للمنظومة اعتراض أهداف تبعد نحو مئتي كيلومترا ولكن لأي سبب اختار النظام السوري وحليفه الروسي ابقى منصة الإطلاق في نفس المكان مرئية للأقنار الصناعية هذه أيضا رسالة من قبل النظام السوري مفادها أن المنصات في الهواء الطلق وأن الجميع يعرف مكان وجودها بوجود أربعة قذفات فإن لدى السوريين القدرة على تتبع ما يصل إلى مئة هدف وضرب العديد من هذه الأهداف في وقت واحد باستخدام النظام فهل تفعلها دمشق يوما يتسأل المراقبون؟ للحديث أكثر حول هذا الموضوع اسمحوا لي أن أرحب بضيفي فيها لستوديو الباحث العسكري أديب لعليوي أهلا ومرحبا بك أستاذ أديب يعني ازدادت الهجمات الإسرائيلية على مواقع في العمق السوري مؤخرا إلى ماذا تعزو ذلك؟ أولا نتحيي لكم وتحييي للمشاهدين يعني حقيقة دعنا نقول أن هذه الاستهدافات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة بدأت حتى من قبل الثورة أن هناك ما سمي بمفاعل الخبر في دير الزوات ضربوا في عمق الأراضي السورية إذن هذه ليست المرة الأولى هناك بنك أهداف كبير موجود لدى إسرائيل وما تعجز عنه إسرائيل عن اكتشافه تساعده القوات الروسية المتويدة على الأراضي السورية وذلك أقول أن هذا القصف هو نتيجة أحد نتائج الاجتماع الثلاثي الذي حصل منذ أيام في القدس الغربية بين رؤساء الأمن القومي الثلاث الروسي والأمريكي والإسرائيلي وأعتقد هذه أولى نتائجه المواقع التي استهدفت بعضها قد استهدفت قبل هذه المرة مثل مركز البحوث في جمرايا وبعضها استهدفت للمرة الأولى هناك مواقع الحقيقة هامة جداً موجودة في ريف دمشق الجنوبي قرب جبل المانع والكسوة وهذه المنطقة التي هي متويدة فيها مركز الفرقة الأولى داخل جبل المانع في العمق هناك أيضاً هو تدمير البنية التحتية العسكرية في سوريا الإيرانية نعم الإيرانية المراكز والمستودعات هذا يقودني لك بما أنك تحدثت عن أن هناك تواطئ من قبل روسيا في تحديد هذه المواقع أين هو S300 الدفاع الصواريخ الدفاعية الموجودة الآن لدى سوريا يعني النظام تدنى على ذلك منذ أكثر من ثلاثين عام أن يقول عندما يجب أن تقصف تقوم إسرائيل بقصف على المواقع السورية يقول النظام بأنه سيرد في المكان والزمال المناسبين هذه الأسطوانة انتهت الآن أصبح يرد ولكن الحقيقة المرة الأولى التي رد فيها رد بوسط الـ S200 وليس بالـ S300 وأسقط الطائرة الروسية التي تحمل كبار خبراء الروس المتويدين في الأراضي السورية اليوم في الليلة الماضية عندما تم الرد الحقيقة هناك بيان من وزارة الخارجية القبرصية بأن الصواريخ وصلت إلى قبرص إلى الحدود القبرصية بمعنى آخر أن هذه الصواريخ الـ S200 لا تجدي نفعا وهي من الأجيال القديمة والتي لا يمكن أن تنفع الآن أين هي الصواريخ S300 أعتقد أن هذه هي عبارة عن مهزلة الصواريخ S300 لأنه لا يمكن استخدامه من قبل القوات النظام السوري إضافة إلى ذلك لماذا لا يمكن استخدامه؟ لا تسمح روسيا باستخدامها وخاصة ضد الأداف الإسرائيلي لا يمكن هي عبارة عن تهديد قامت به روسيا بيعها لهذه المنظومة ولكن حتى الآن لم يتم تشغيلها ولا يمكن استخدامها من قبل الضباط السوري طيب لكن طيب بناء على ما ذكرت من اجتماع ثلاثي عقدة في إسرائيل هل نتوقع في الأيام القادمة تكثيف لهذه الهجمات الإسرائيلية على مواقع وأهداف إيرانية وسورية في سوريا؟ أنا أعتقد أنه سيكون هناك يعني ضمن البنك الأداف سيكون هناك هجمات ولكن داني أؤكد على نقطة من ضمن الأداف التي تم ضربها في الليل الماضي حسب الأخبار التي سربت ووصلتنا أن هناك قافلة من السيارات الشاحنة العسكرية يمكن أن تكون ذاهبة باتجاه المستودعات أو باتجاه الأراضي اللبنانية هذه التي تم قصفها في قرب صحناية ليست أول مرة أيضا منتهدف قافلة ذاهبة بالضبط لذلك أنا أقول سيكون هناك ضربات أخرى لكن أعتقد أن الضربات ستكتفي بتقليص القوة الإيرانية على الأراضي السورية يعني لن تسمح إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وبالتعاون مع روسيا ما هي مقاوف التي لدى إسرائيل والتي تجعلها تقدم على هذه الاستهدافات المتكررة؟ يعني دعنا نقول أن إيران لم تدخل إلى سوريا هي وحزب الله إلا بضوء أخضر أمريكي وإسرائيلي طيب ما هي المخاوف؟ المقصود منه هو قتل الشعب السوري المقصود منه هو أن تستفيد إسرائيل ويكون العدو الأول هو إيران وليس إسرائيل كما نلاحظ الآن لو عملنا إحصائية نجد أن الشعب السوري كله يعتبر إيران العدو الأول هي وروسي أكثر من إسرائيل العدو التقليدي الذي نعتبره منذ أكثر من خمسين عاما ولذلك أنا أقول هذه إحدى الفوائد التي جنتها وبالعكس تماما إسرائيل يعني مرتاح لما يحصل في سوريا من قتل وتدمير إن كان على أيدي نظام وقواته وإن كان على أيدي الميليشيات الإيرانية هي يعني تضعف سوريا تنهي سوريا إضافة إلى ذلك تنهي الميليشيات الإيرانية تضعفها أيضا بما فيها حزب الله الذي خسرها كثيرا على الأراضي السورية وبالتالي هناك يعني دعني أقول هناك عديد من الفائدة التي جنتها الفوائد التي جنتها إسرائيل على الأراضي السورية ضمن هذه المعركة المعقدة طيب سيد أديب الضوء الأخضر الروسي الذي تحدثت عنه وخصوصا بعد الاجتماع الثلاثي هل يظهر مدى يعني الخلاف داخل الأراضي السورية ما بين حلفاء النظام بالأشياء يكون خلاف كبير يعني دعني أقول أن الأمور يعني حتى الآن لم ترسوا بشكل حقيقي يعني حتى الآن نحن نجد كلما يعني حتى الآن معقد الأمور يعني ليس هناك انسجام تام بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين روسيا على الأراضي السورية ليس هناك يعني انسجام بين حتى أوروبا وروسيا المتويدة على الأراضي السورية أيضا هناك خلافات حتى داخلية إيران وروسيا أيضا بين إيران وروسيا يعني دعني أقول أن هناك خلاف بين داخل السوري بين إيران وروسيا بين إيران والنظام بين روسيا والنظام يعني هذه كلها ضمن هذه النعمة المعقدة هناك تجاذبات دولية على الأراضي السورية من كافة الاتجاهات ولكن الكلام النهائي أن روسيا تحتل سوريا احتلال كامل الأركان إيران تحتل أيضا جزء كبير من سوريا أيضا احتلال كامل الأركان قرار السنو الحرب هو بإيد روسيا وليس بإيد أحدا آخر وبالتالي لا يمكن أن تقلل طائرة إلا بإيد روسيا ولا يمكن أن يتم إطلاق طلقت مدفعي أو صارق إلا بإيد روسيا البحث العسكري أديب العليوي شكرا جزيلا على وجودك معنا مشاهدين المجال يستمر معكم ولكن بعدها فاصل قصير تفضلوا بالبقاء معنا أهلا بكم من جديد أعرب وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت عن قلق بلاده إذا أعلن إيران التراجع عن التزاماتها النووية وطلب تهران بالالتزام ببنود الاتفاق النووي هذا وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخطي إيران سقف مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب المتفق عليه بموجب الاتفاق النووي والمحدد بـ 300 كيلو جرام وفي وقت سابق اليوم أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف تجاوز السقف في إطار خفض بلاده التزامها بالاتفاق النووي ردا على انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق وفرض عقوبات على تهران في تحدي لمطالبة الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي أعلنت إيران أنها تخطط الحد المسموح لها من مخزون اليورانيوم المخصب بموجب الاتفاق مما دفع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق عبر مفتشيها مما إذا كان المخزون المخصب قد تجاوز الحد المسموح به كما تم إبلاغ إيران تجاوزت حد 300 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب التزمنا الشفافية في قول ما سنفعله نحن بصدد القيام بمرحلة أعمالنا الأولى سواء فيما يتعلق بزيادة مخزوننا من اليورانيوم المخصب وكذلك احتياطاتنا من الماء الثقيل بدوره قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هان إن بريطانيا قلقة بشدة تجاه أعلان إيران تجاوز السقف المحدد لمخزونها من اليورانيوم فيما أعلنت لندن أنها ستواصل العمل مع شركائها للحفاظ على الاتفاق وحث طهران على العدول عن هذه الخطوة يبدو التحدي الإيراني هذا بات يقلق تلابيب أكثر مما سبق حيث حث رئيس الوزراء الإسرائيلي الدول الأوروبية على فرض عقوبات فورية على إيران في اللحظة التي تنتهك فيها إيران الاتفاق النووي وهذا ما أكده رئيس الموساد أيضا فقط تخيل ما سيحدث إذا أصبح مخزون اليورانيوم الإيراني قابلا للإنشطار على مستوى التخصيب للأغراض العسكرية ثم ليصبح قنبلة بالفعل سيكون الشرق الأوسط مكانا مختلفا ثم العالم بأسره ولذلك على العالم عدم السماح بحدث ذلك وعلى عكس تلابيب لن يغيب الموقف الروسي الداعم لإيران عن الساحة فاكتفت موسكو بالإعراب عن أسفها حول تجاوز طهران سقفها المحدد لمخزونها من اليورانيوم ودعتها إلى التصرف بمسؤولية وفي خضم تضارب المواقف الدولية حول إعلان طهران بات الموقف الأوروبي حرجا بعض الشيء أمام المطلب الأمريكي وحلفائها بالمنطقة فيما لم تعود عذاره مقنعة لقادة طهران للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر سكايب من طهران الصحفي صابر قول عمبري أهلا بك صابر بداية لو تضعنا في تفاصيل الإعلان الإيراني اليوم عن زيادة تخصيب اليورانيوم خصوصا بعد انتهاء المهلة التي وضعتها إيران نعم تحياتي إليك وإلى أستاذ المشاهدين نعم إيران اليوم أعلنت أنها بالفعل تجاوزت صقف ثلاثبات كيلوغرام من إنتاج اليوراني خفض التخصيب وهو الصقف الذي يحدده الاتفاق أنه سبق وأن أعلنت طهران أنها سترفع عثبارا من الخميس الماضي مخزونها من إنتاج اليورانيوم لكنها اليوم تأكدت بأن الرفع إنتاج اليورانيوم المنخفض التخصيب قد تجاوزت اليوم بالفعل صقف ثلاثبات كيلوغرام المنصوص عليه في الاتفاق النوي وهو ما أكدت عليه أيضا الوكانة الدولية للطاقة الضرية اليوم حيث قال من العام لهذه الوكانة بأن طهران نعم تجاوزت هذا هذا الصقف تأتي هذه الخطوة الإيرانية ضمن المرحلة الأولى من تقليص طهران تعهداتها النوئية بموجب قرارات مرحلية كشفت عنها طهران في الثامن من المايو الماضي ربدا على تداعيات العقوبات الأمريكية على إيران وكذلك ربدا على مباطلات بحال ما استمر الموقف الأوروبي والموقف الأمريكي على ما هو عليه حيالة الاتفاق النووي مع إيران هل من خطوات أخرى ستقوم بها إيران؟ نعم نعم مهلة الستين يوم التي منحتها طهران من شوكال اتفاق النووي خصوصا الأوروبيين هذه المهلة في السابع من الشهر الجاري أي بعد ستة أيام إذا لم تنفذ خلال هذه الأيام الستة الأوروبا أوروبا المطالب الإيرانية المتمثلة في تسليل بيعها النفط وكذلك المعاملات المالية يفترض طهران أن تنتقل إلى تنفيذ المرحلة الثانية من تقليص تعهداتها النوئية وهذه المرحلة هي حقيقة هي مرحلة خطيرة للغاية تمص صلب الاتفاق النووي حيث المرحلة الأولى كانت خطوات إيرانية صغيرة نوعا ما لكن المرحلة الثانية أن نجأت إلى تنفيذها طهران هي تطاول رفع مستوى التقصيب اليورانيوم أكثر من 3.67% وهو الضقف المنصوص عليه في الاتفاق النووي وكذلك ستفعل طهران بحسب إعلانها مفاعل أراك النووية لذلك اليوم السابع من هذا الشهر يعتبر يوم مصيري خلال الأيام القادمة يفترض أن تنعقد اللجنة المشتركة لاتفاق النووي المكونة من جميع شركات هذا الاتفاق على مستوى الزراء الخارجية وكذلك كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام بأن الرئيس الفرنسي إيمانو الماكرون قد يزور طهران خلال أرمحة النقلة لننتظر لنرى نتاج هذه الاجتماعات وهذه الأزراء المحتملة إن كانت تؤدي إلى تلبيط مطالب طهران في المجال النفطي ومجال المصرفي والمالي وإلا إن تنفذ هذه المطالب طهران أكدت بأنها ستذهب في السابع من الشهر إلى تنفيذ المرحلة الثانية من تقليص تعهداتها النووية السحفي الصابر قول عمبري شكرا جزيلا بك إلى جولة في أهم الأخبار الإقليمية باختصار الجامعة العربية تطالب بتدخل المجتمع الدولي لوقف الحفريات الإسرائيلية تحت المسجد الأقصى وتحذر من تداعياتها التحالف السعودي الإماراتي يعلن إسقاط طائرة حوثية مسيرة أطلقت من صنعاء صوب المملكة العربية السعودية المجلس الدستوري في موريتانيا يعلن رسميا فوز وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني في الانتخابات الرئاسية حكومة إقليم شمال العراق تؤكد رفضها استخدام تنظيم بيكاكي الإرهابي أراضي الإقليم كقاعدة لتهديد الدول المجاورة الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثق مقتل 1664 مدنيا سوريا خلال النصف الأول من العام الجاري ورئيس الوزراء العراقي يأمر بإغلاق جميع مقار الحجد الشعبي في المدن وفكر طباطها السياسي حركة النهضة التونسية تدعو لتعديل قانوني يحل أزمة غياب المحكمة الدستورية حال شغور منصب رئيس الجمهورية شاهدين هو الجنرال السابق المهزوم في المعركة التي قادها إبان حكم القذافي في تشاد وخسرها وأسر خلالها إنه خليفة حفتر قائد ميليشيا الشرق الليبية الذي هرب إبان حكم القذافي إلى الولايات المتحدة حيث عرف بقربه من المخابرات الأمريكية وحاول قيادة انقلاب على القذافي لكنه فشل وعاد إلى ليبيا بعد الثورة في العام 2011 وشكل قوات يحاول من خلالها نسف أي مسار سياسي وفرض أمر واقع تحت سيطرته عبر داعميه مصر والإمارات والسعودية تفاصيل أكثر عن حفتر في التقرير خليفة بالقاسم حفتر ولد عام 1943 في أجدابيا حيث ناشأ ودرس الابتدائية وحفظ القرآن الكريم ثم درس الثانوية في مدرسة درنة التحق بالكلية العسكرية الملكية في بنغازي ليتخرج فيها بعد عامين وعين في سلاح المدفعية وانتسب إلى العديد من الدورات العسكرية منها قيادة الفرق في روسيا قاد حفتر الجيش الليبي في حرب تشات وحقق بعض الانتصارات قبل تدخل القوات الفرنسية فيها وحسب ما ادعى حفتر فإن معامر قذافي لم يوفر له في حينها الإمدادات اللوجستية مما أدى إلى أسر حفتر مع مئات الجنود الليبيين في معركة ودي الدوم في تشات وبعدها انشقه ورفاقه من الضباط والجنود عن نظام معامر قذافي وأفرج عنهم لاحقا ليغادروا إلى الولايات المتحدة لم يوقف الرجل سعيه للوصول إلى الحكم حتى في منفاه حيث حاول عدة مرات إطاحة معامر قذافي أبرزها عام 1993 لكنه لم ينجح وحكم عليه بالإعدام غيابيا بعد قيام الثورة الشعبية ضد حكم القذافي عاد حفتر إلى ليبيا قادما من أمريكا للبحث عن دور له وفعلا نجح في إقناع 150 ضابطا في تسمية خليفة حفتر رئيسا لأركان الجيش وذلك خلال إعادة تشكيل الجيش الوطني الليبي في نوفمبر عام 2011 وفورا سعى الرجل لإيقاف عمل المؤتمر الوطني الليبي العام بعد سيطرته على غالبية القوة العسكرية في ليبيا أعلن خليفة حفتر انطلاق ما سميت عملية الكرامة التي تهدف إلى تطهير ليبيا من الإرهاب والخارجين عن القانون والالتزام بالعملية الديمقراطية حسب قوله ومعلنا في الوقت نفسه تجميد عمل المؤتمر الوطني العام وفي الرابع من أبريل عام 2019 أطلق خليفة حفتر عملية عسكرية جديدة للسيطرة على العاصمة الليبية ترابلوس في مسعى جديد للوصول إلى أعلى الهرم في حكم ليبيا مشاهدين وصلنا إلى المجال الرقمي وآخر ما تدوله رواد المنصات الرقمية لهذا اليوم معك رشا شكرا محمد أهلا بكم كعادتها لا تهدأ المنصات الرقمية ومع بداية الأسبوع عاجت بالمواضيع الاستثنائية من مختلف أنحاء العالم أبرز كان السودان وهاشتاغ القصر حتى النصر المرتبط بمليونية الثلاثين من يونيو من جهة أخرى الثلاثون من يونيو كان قاسيا هذا العام في مصر وظهر هاشتاغ الإهمال الطبي جريمة وجريمة أخرى تحت اسم ممر الحجاج تحت المسجد الأقصى الذي أنتجه مؤتمر المنامة وافتتحه السفير الأمريكي ونبدأ من السودان فعلى رغم من انقطاع خدمة الإنترنت في أنحاء واسعة من البلاد لم يمنع ذلك الناشطين من نقل وقاء مليونية الثلاثين من يونيو وثقوا بصورة والصوت احتشاد المعتصمين في الساحات العامة لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة وإحلال الحكم المدني قد وصف رواد منصات التواصل الاجتماعي الحشودة بالسيول البشرية في العاصمة الخرطوم كما انتشرت مقاطع فيديوية التظاهرات في أمدرمان وبورت سودان التظاهرات لم تقتصر على حدود السودان فقد خرج السودانيون والمتضامنون معهم في عدد كبير من العواصم الأجنبية فلنشاهد وفيما تحدثت المعطيات عن سقوط سبعة قتلى على الأقل تداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر العثور على ثلاث جثث في أمدرمان ما دفع المواطنين إلى النزول للشوارع متهمين قوات الدعم السريع بإلقائها في ساعات الصباح الأولى على إثر ذلك أعلن حراك الثلاثين من يونيو قبوله دعوة تجمع المهنيين السودانيين للتظاهر باتجاه القصر الجمهوري فتشنا حساب منبر المغاردين السودانيين هاشتاغ القصر حتى النصر في حملة منظمة لاستكمال مسيرته الثولية أستنكر الناشطون بيان المجلس العسكري لانقلابي كما يسمونه تفعول دولي وتأييد من الفنانة العالمية ريهانة للشعب السوداني أدعوات بعدم وقوع المزيد من الضحايا عربيا إشادة بسلمية السودانيين ووعيهم ونجهم بمتطلبات ديمقراطية ليس فقط الفنانة ريهانة تضامنت مع السودان موسيقى أخرى كانت حاضرة أيضا فلنتابع هذه الأغنية وإلى مصر الكثير من علامات الاستفهام حول أوضاع السجون وصحة المعتقلين سيما بعد وفاة الرئيس السابق محمد مرسي وخوف لدى ذوي باقي المعتقلين يدفعهم ليفعي الصوت عاليا أحمد نجل المرشح الرئاسي عن حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح نشر في فيسبوك قائلا إن والده معرض للموت في أي وقت فقد أصبته أزمتين في القلب خلال 24 ساعة بسبب الظروف الصحية السيئة في السجن أقد تم إبلاغ النائب العام المصري لإنقاذ حياة أبو الفتوح خصوصا أنه يعاني من أمراض الضغط والسكر ويحتاج لجراحة عجلة رواد المنصات تفاعلوا مع القضية متضلقين هاشتاغ الإهمال الطبي جريمة ومستنكرين أن يتم الاعتقال بدون تهم واضحة وتعذيبهم حتى الموت خارج السجون لا يختلف كثيرا عن داخلها بالنسبة للبعض في مصر فقد انتشرت هذه الصورة المؤثرة لطفلتين الصورة الأولى عام 2015 عندما دخل والدهما السجن والصورة الثانية عام 2019 وتظهر فيها الطفلتان وقد كبرتا لكنهما ما زالتا تنتظران لكن هذه المرة والدتهما المعتقلح دائما في مصر حيث الموت يأتي خبرا لكن يحمل في طياطه العبر عزاء في الفضاء الرقمي بعد رحيل الفنان المصري عزت أبو عوف عن عمر يناهز الواحد والسبعين عاما ولا عبرة اليوم أكبر من موته بالنسبة للمصريين في ذكرى الانقلاب العسكري حيث قال أبو عوف بلاش تنزل 30 يونيو اصبر ثلاث سنين أحسن من البس 30 سنة الحفريات تحت المسجد الأقصى ليست جديدة لكنها تأخذ شكلا آخر اليوم ويبدو أن ورشة المنامة كانت بمثابة الضوء الأخضر للأمليكيين ليفتتحوا ممارا الحجاج في نفق يمتد من مدينة سلوان إلى المسجد الأقصى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نهاية المجال الرقمي لهذا اليوم شكرا لك رشا أما الآن مشاهدين فإلى الأخبار الدولية باختصار قادة الاتحاد الأوروبي يفشلون في تحديد الرؤساء الجدد لمؤسسات الاتحاد ويؤجلون المفاوضات بهذا الشأن إلى الثلاثاء رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد علي يقول إن جهود الإصلاح لحكومته تواجه تحديات الإرهاب والفساد والجريمة المنظمة مقتل شخص وإصابة 65 آخرين جراء هجوم بسيارة مفخخة قرب مقر تابع لوزارة الدفاع بالعاصمة الأفغانية كابل احتجاجات واشتباكات بين متظاهرين وقوات الشرطة في هونغ كونغ في الذكرى السنوية لعودة الجزيرة للسيادة الصينية ورئيس سريلانكا يؤكد عزمه رفع تجميد دام 43 عاما لحكم الإعدام في البلاد رافضا الدعوات الدولية لإعادة النظر بهذا القرار وكوريا الشمالية تشيد بلقاء زعيمها مع الرئيس الأمريكي في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين وتصفه باللقاء التاريخي محمد مثنى مواطن يمني دفعته ظروفه والحرب في بلاده إلى البحث عن مهجر آمن له ولعائلته فاختار العاصمة اليابانية توكيو لإكمال حياته فيها لكن وصوله إلى المدينة المعاصرة واستقراره فيها اعترضته الكثير من الصعوبات التي تغلب عليها قصة محمد هي قصة المجال اليوم اسم كرام محمد محمد مثنى طبعاً أنا من دولة اليمن قدمت اليابان منذ غرابة العامين أسكن حالياً في محافظة توكيو في العاصمة اليابانية أنا أسكن هنا طبعاً مع زوجتي وأيضاً لدي طف حينما قدمت كانت زوجتي حامل لم يكن لدي يطف ثم حصلت بحمد الله الطفل الأول في اليابان في الحقيقة واجهت الكثير من الصعوبات هنا في اليابان ابتداءاً في قلة الأماكن أو قلة المسلمين قلة الأماكن التي مثلاً المزاقد أو المراكز الإسلامية صعوبة الوغة اليابانية شكلتنا عائق كبير جداً فأيضاً وجهنا مشكلة الأكل الحلال في البداية حتى أن الضلال تقريباً أول شهر لا أكل إلا الخبز والجبنة فقط أول خطوة تخذتها لحل العلاجة بالإشكالات حاولت أن أكون صداقات مع أشخاص يابانيين استفت منهم كثيراً في موضوع التراجم ومعرفة ما هذا وما هذا وما هذا إن أذهب وكيف أذهب أبدأ يومي طبعاً بالاستيقاظ صلاة فاجر ثم يعني عادةً أخذي الدرس ياباني قليل في أغلب الأيام يعني أخذ استراحة أو رسل أخرج إلى العمل الساعة الثامنة صباحاً عادةً نصل على العمل للساعة التاسعة أو التاسعة والنصف يعني أخذ ذا القطار تقريباً ساعة ساعة ونصف يعني حسب الجهة أو المكان الذي أذهب إليه ثم يعني نعمل حتى الساعة السادسة مساءً حالياً أعمل حتى الساعة الخامسة واربعون وخمسون دقيقة ثم أذهب إلى مدرسة يابانية أيضاً لدينا إشكالي أنه كيف تستطيع تجعل الولد قريب من الثقافة العربية أو قريب من المساجد فهذه النقطة بحذاتها أنه تتحتم علينا أنه في بعض الأحيان نحاول أنه نذهب حتى في أيام الإجازات يعني نحاول نذهب إلى المساجد كثيراً أو إلى المراكز الثقافية أو إلى المدارس العامة بحيث نتشارك مع بقية الأطفال سواءً العراب أو المسلمين يعني الباكستانيين أو الماليزيين أو اليابانيين وغيرهم بهذا نأتي إلى ختام مجالنا لهذا اليوم دمتم دائماً في حفظ الله ورعايته وفي أمان الله اشتركوا في القناة